تصعيد يقابله تصعيد وضربات صاروخية على الأراضي السعودية وتخوف من الرد بغارات جوية على المدنيين في اليمن هكذا يصبح الأبرياء الخاسر الأكبر في دائرة الحرب وهكذا يتكرر المشهد في كل عملية هجومية ينفذها الحوثيون على السعودية المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قال إن مقذوفا حوثيا سقط بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بمنطقة الشقيق في جزان ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية بحسب التصريح لكن قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيا الحوثي أعلنت عن عملية قصف واستهداف ناجحة لمحطة في مدينة الشقيق بصاروخ كروز موقعة أضرار كثيرة الهجوم على المحطة لا يعد الأول من نوعه بالصواريخ والطائرات التابعة للميليشيا حيث تصاعدت في الأسابيع الماضية الهجمات منها ما استهدف مطار أبهى السعودي ومنها ما استهدف محطتين لضخ النفط في المملكة وفيما تتصاعد حدة التوتري نتيجة الصواريخ والهجمات التي يشنها الحوثيون على جنوب السعودية قال مسؤولون أمريكيون إنهم على علم بتقارير عن وقوع ضربات صاروخية استهدفت بنية تحتية مهمة في المملكة لكنهم لم يدلوا بتفاصيل عن أضرار أو خسائر بشرية محتملة تدخل الحرب في اليمن إذن مرحلة جديدة من الفعل ورد الفعل وهو ما حصل خلال الفترة السابقة بعد موجة الغارات العنيفة على صنعاء المدينة التي ينام ويصح سكانها على الخوف والكوارث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة